السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا بكم اليوم ما فم عدة أطراف قادة تعمل في تحركات احتجاجية من جهة نلقا جبهة الخلاص الوطني اللي تعمل في اجتماعات شعبية في عدة مناطق من البلاد عملت في توزر في قفصة صار جدل لرافق الاجتماعات هذه قالوا اللي فمش كون تعرض لهم ما خلهمش يعقدوا الاجتماعات هذه من جهة أخرى نلقا بقية الأحزاب اللي عملت وقف احتجاجية قديم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتكون بالأساس حزب العمل الحزب الجمهوري التيار الديمقراطي وعدد آخر من الأحزاب اللي هما زاد ضد مسار رئيس الجمهورية قيس السعية ضد مسار الاستفتاة ضد الدستور الجديد ضد هذه الاجتماعات كلها ونلقا معنى الطرف الثالث اللي قاعد يتحرك في الشارع وقاعد يقول أنا موجود نحكيه على الحزب الدستوري الحر وعبير موسي اللي اليوم يعني قادة تتحرك وقادة تحضر وفما يعني جدل ويسع على التحرك اللي قادة تحضر له بش يكون بخيفو نهارة ثمونتاش جوان الحالي شنوه الاحكاية وعليش الجدل وشنوه الاشكال هذي الكل يوضحوا الحزب الدستوري الحر يقول بأنه النهار الاثنين ستة جوان رهو أوضع الأعلامات الرسمية لصلاة الأمنية والجهوية بمسلك وتوقيت المسيرة اللي تقرر تنظيمها النهار ثبت ثمونتاش جوان الفين واثنينة وعشرين مش أول مرة يقول للحزب الدستوري الحر إنه بش يعمل مسيرة تتفكروا إنه قبل حاول يعمل مسيرة نهارة 15 مي تقريبا والمسيرة هذه ما نلتش الترخيص ووقتها شفنا عابير موسي في حالة معنىها من الغضب الشديد بسبب منحة من عقد المسيرة ولا تنظيم المسيرة سميتها وقتها مسيرة الزحف نحو قرطاش كانت برمجة في المسلك اللي أعلنته اللي المسيرة هذية بش تنطلق من قلب تونس العاصمة في اتجاه قصر قرطاش اليوم عابير موسي تغير بعد ما تم رفض تنظيم المسيرة هذيك تقرر تنظيم مسيرة يوم ثمونتاش جوان المسيرة جي من هار السبت التسعة ونصف متاع الصباح بش تنطلق المسيرة من مقر معتمدية بيبسويقة في تونس العاصمة في اتجاه سيحة الحكومة المرة هذي بيئة القصبة مش في اتجاه قرطاش تقول انهم بش يجمعوا المحتاجين الكل في البلاسة هذية عند شرع ببنات تونس وبش ينطلقوا وقتها ويقتربوا من مقر رئيسة الحكومة هذه المسيرة يعني تأتي في اطار التصريحات المتعابير موسي اللي تدين تصرفت الحكومة وقراراتها والاجرائت اللي قادة تعلن عليهم والحزب الدستوري الحريو حذر السلطة القائمة كما جاء فيه هذا البيان من اي منع لهذا التحرك السلمي القانوني باي طريقة كانت سواء مباشرة او غير مباشرة كما زاد يحذر السلطة من عرقلة التحذيرات للمسيرة او ممارسة اي نوع من انواع الهرسلة ضد هيكل الحزب او الاطراف المتداخلة لتوفير الجنب اللوجيستي للتظاهرة الحزب يتمسك بحقه في الاحتجاج مهما كانت تصرفات السلطة دفاعا عن مأركان مدنية الدولة والنظام الجمهوري وعلوية القانون في البلاغ الرسمي اللي صادر عن الحزب الدستوري الحر يأكد وانه تم أعليم الجهات الامنية اللازمة ما فامش حتى داعي يتم رفض هذه المسيرة يقول وانه مسيرة سلمية قانونية مش مسموح بالنسبة لهم انه يتم تعطيلهم ولا منحهم سواء بطريقة مباشرة ولا بطريقة غير مباشرة اتأكد عابير موسي اللي بتكون مسيرة هذي يعني ترفع شعارات واضحة نحو التنوير اللي قادة تقوم به ويعني تدين ما يحدث في تونس وتعرفوا انه عابير موسي عندها جملة من المطالب جملة من المواضيع والمسائل اللي تحكي فيهم اولهم تخص الاخوان ومقر اتحاد علماء المسلمين في تونس ووكر الاخوان كما هي تقول اللي موجودة في تونس اللي تتهم رئيس الجمهورية رأسا بانه يحميهم في الدولة التونسية وتقول بانها هي مش تواصل المعركة متاحة ضد الاخوان دون هاويدا ما هيش بش يعني تتراجع ابدا عن هذه الحرب تعرفوا انه عابير موسي خذت جملة من التحركات في السابق في البرلمان عملت الاعتصامات في مقر اتحاد العلماء المسلمين سابقا وانتم الاعتداء عليها وانتم معناها اكل هرسل اللي تعرف طلها واللي هي ربحت بها جملة من النقاط السياسية هي في الحقيقة وكانت فم ايدانا واسعة لخصومها السياسيين على غرار سيف الدين مخلوف مثلا على غرار تليف الكرامة بشفة عامة ونويب امتعه على غرار حركة النهضة تعرفوا شنوى صاير في البرلمان وقتها من تعطيل الجلسات من اعتصامات من اعتلاء سدة ذلك رئيس البرلمان وكلها كانت في اطار حرب عبر موسي على الاخوان المسلمين في تونس ذلك كل اليوم يعني دفعت ثمن متاعه الاحزاب السياسية في تونس لانه تحسب على اساس ترذيل العمل البرلماني ترذيل المشهد السياسي في تونس لانه التونس كانوا يتفرجوا وكانوا يتبعوا سواء في التلفزة سواء عن طريقة صفحة رسمية لعبر موسي اللي كانت تتبث كل شي وكانوا تونس يلاحظوا ويراقبوا يمكن كما اليوم تقول برشا أطراف تقول انه فيما الخور هذي ولا المشاكل هذي صايرة في برشا مؤسسات اما الشعب ما تغشش كان على البرلمان لخطر هو كان يتعدى في التلفزة وجلسات مصبح للليل وكانت نقاشت معناها قديمة نسي الكل وكانت تصير مشكلة قديمة نسي الكل وكل جلسات اللي تتأجل والألعيبة دي كمتاعي بدلوا مقر الجلسة من المبنى الفرعي للمبنى متاع المستشارين وكل الأمور اللي صارت هذيك الكل اللي تتوينثة ذاقوا ذرعا بها واللي ما عادتش مقبولة بالمرة والنتيجة تعرفوا انتوما النتيجة شنوها هي كانت 25 جوليا اللي جاء وبفرحة كبيرة من قبل الشعب التونسي اللي سند قرارات 25 جوليا الاستثنائية وسند تعليق البرلمان وسند انبعد الحل وسند الدعوة الى انتخابات تشريعية سيبقى لأوينها وأهم شي هو سند الدستور الجديد أو فكرة الاستفتاح خليني يقول مزيل بكري على أن نحكمه على الدستور الجديد بالمسندة المطلقة الشعبية وإلا لا هذي مازال حتى ساعة يخرج الدستور ونشوفه شنوها بش يكون فيه من فصول من أبواب ولكن سند الاستفتاح وهذا المسار اللي ماشي فيه رئيس الجمهورية قيشة سعيد ترجمة نانسي قنقر